نروح لزميلنا شريف شعبان من قناة النادي الأهلي فوندو لقامة يطمننا بقى على آخر استعداد الفريق قبل ما يروحوا الستاد تفضل شريف تحت لك كابتن أيمن ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد ومباراة جديدة للنادي الأهلي حامل اللقب بطولة الغالية بطولة الدوري الممتاز النادي الأهلي مع السراميكا كوروباترا في التسعة مساء على استاد الأهلي والسلام يا رب بإذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الأهلي ونفوز على فريق سراميكا المحترم كوليس فندق قامت النادي الأهلي ممكن الأهلي بدأ يوم بعد التمرين الرئيسي اللي كان مبارح فيه الخامسة عصرا فيه أستاد أتيتش ثم تحرق اللاعبين إلى الفندق وكان العشاء موجود فيه الفندق مبارح مبارح طبعا كلامه جلسات كتيرة ما بين مدير الكورة مع اللاعبين كابتن الفريق الكبار الكابتن سعد سمير الكابتن محمد الشنو جلسات كتيرة مع اللاعب النادي الأهلي التركيز فقط فيه السبع مباريات التركيز في موراة سراميكا ومحاولة الفوز بها ثم باقي المباريات يا رب بإذن الله يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الأهلي ونفوز طبعا على فريق سراميكا خلينا أقول لك أن الفطار كان فيه الحديثة عشر صباحا ويالغدا كان فيه السالسة عصرا المحاضرة كانت فيه الخامسة والنصف اللي أعلن فيها مستر بيتسو موسماني التشكيل اللي يخود بيه لقاء سراميكا يا رب بإذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الأهلي النهاردة طاقم التحكيم مقوم من أمين عمر حاكم ساحة مساعد أول يوسف البساطي مساعد ثاني هاني عبد الفتاح حاكم رابع محمد حسن حاكم الفيديو اليوم نادر أمر الدورة ومساعد حاكم الفيديو حمادة الجلاوي يا رب بإذن الله يكون الحاكم أو التاقم التحكيم كله موفق النهاردة ويدي لكل واحد حقه والتوفيق النهاردة يكون مع النادي الأهلي ونفوز يا رب بإذن الله ونفوز ونقترب خطوة كبيرة جدا من حسم اللقبة البطولة محببة لكل جماهير النادي الأهلي التركيز ثم التركيز ثم التركيز دي كالتعليمات مستر رابيتسو موسماني ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز لكل اللعبة النادي الأهلي التركيز في لقاء اليوم فقط ما نشغلش بالنا بأي فريق تاني ما نشغلش بالنا بأي حاد تاني غير تسعين دقيقة وطلب اللعبين بالفوز وطلب اللعبين بإحراز هدف وبكر يا رب يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الأهلي عودة لك من جديد كابتن أيمن اتفضل شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان